موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم في الستوديو من العاصمة بيروت رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل أهلا وسهلا بكم في الميادين أبدأ معك من جرود عرسال حيث يبدو أنها عدد بقوة إلى الواجهة بعد جرح عدد من العسكريين تحديدا ضابط وجنديين في تفجير عبوة سهدفت دوريتهم في جرود عرسال الحدودية مع سوريا أصلا نتأخر للتوقع دائما كان بالإجماع من كل المتابعين بسوريا وبلبنان وحصوصا بلبنان الملفات الأمنية المتصلة بالاشتباك مع مجموعات داعش والنصرة أن موسم الخريف البوابات الشتاء يعني اقتراب موسم الثلوج بهاي الجبال التي تصل إلى 2600 متر يعني عن سطح البحر واللي نسبة التلج فيها بالموسم ارتفاعه يوصل لتلات متار تصبح غير قابل للحياة حتى الوحوش يعني حتى الضباع تلجأ إلى الريف الأقرب فكان المتوقع أنه من شهرين وجاي نحن يعني من عيد الأضحى خليني يقول على موعد مع عمليات مكثفة متلاحقة متتابعة لإحداث اختراق ما إما بيوصلهم على منطقة بريتال مثل ما كانت المحاولة أطراف زحلة وإما بيوصلهم على راسب علبك من المقلب التاني الواضح أنه الطريق مسدود تفجير ترابلس جاء لتعويض هذا العجز بعد تجربة بريتال ثبت أنه استعدادات حزب الله واستعدادات الجيش اللبناني والطوق الخلفي اللي عامله الجيش السوري بصورة متينة مع السد الناري المتناوب مع طلعات الطيران التي لا تغيب عن سماء المنطقة عم تجعل هالمجموعة بحالة من الاختناق تحتاج إلى من يكسر لها الطوق كانت معركة ترابلس هي محاولة لكسر هذا الطوق وإعطاءهم أمل بأنه قبل ما تفكروا بالاستسلام لأنه الشباب اللي بيعرفوا منيح المجموعات اللي هونيك بيأسموها لثلاث مجموعات بيقولوا أنه عم نحكي عن 1200 مقاتل مش عن 3000 طبعا من 1200 في 600 هم من أبناء القصير وجوارها واللي بين فترة وأخرى بيهددوا قياداتهم أنه إذا ما في حل قريب نحن بروح نسوي وضعنا في 600 آخرين منهم 200 أجنبي والباقي هني مجموعات نصر وداعش سوري أغلبها نصرها طبعا وبالتالي أيضا هؤلاء المجموعات المتشددة عم تدفع كيانات باتجاه أنه طيب خلي نفاوض على كونفوا يعني على قافلة تطلع عن طريق البر اللبناني إلى البحر ومن البحر نذهب إلى تركيا ومن هونيك مندبر حالنا هذا أحد الحلول الجولة الثالثة اللي قام فيها الموفد القطري عرض عليه ثم سحب من التداول دليل أنه تدخل أعلى منهم قال لا ممنوع الآن التفاوض بده يتم الموقع القوة قديش فيهم يظلوا يفاوضوا من الموقع القوة وهم في هذا الوضع أنا بأعتقد اللي عم نشهده اليوم هي محاولات يائسة ما إلى أفق على الإطلاق لأنه إذا عندهم قدرة على عمل عسكري كبير بمعنى يغير المعادلة فهذا العمل العسكري الكبير كل ما بيمرو يومه ما بيتم اختناقهم بيقترب المعلومات اللي حكيها سمحت السيد بإطلاقه الأخيرة من الطرف الآخر يعني أيضا مش رحي هاجم لا قرار أنا بحكيكي قرار عدم الحسم أيضا مش تأجيل لمعركة وبالتالي خسارة وقت لا الطقس يستنزف المحاصر في الجبال المرتفعة يعني الجنرال تلج معنى والجنرال زمن معنى وبالتالي جنرال تلج زي جنرال زمن نحن بحالة الانتظار ليطلعوا من أوكارهم بس طلعوا من أوكارهم هم في مرمى الصيد وكل ما عم بيحاولوا هلأ آخر فطايس عندهم خمسين بعد الخروج من فليطة طبعا هالموضوع بنحكي عنه بس بالحدث اليوم عن موضوع فليطة المهم كتير جدا فبالتالي نحن هون قدام حالي الجيش السوري والجيش اللبناني وحزب الله قرارهم لن نهاجم هم في مناطق وعرة متتكزين فيها منيح كهوف وجبال ومغر ما فيهن يبقوا فيها عند أول تلجي لأنه بتسكر عليهم المغر طب إلى أي حد مهمة هذه المعارك معارك عرسيل ومعارك ترابلس في ظلمة قاله بالأمس وأعلنه أبو بكر البغدادي بالصوت الذي قيل أنه له أنه هناك دولة الإسلام تتوسع تصل إلى اليمن الجزائر ليبيا مصر سيناء أعلنت أيضا هناك من أعلنها بأنها ولاية سيناء أنا أعتقدر المطلطين اللي بيقدر يحكي عليهم أو اللي قصدهم أبو بكر البغدادي هم مصر والسعودي باليمن واضح أن وضعهم مش هالوضع اللي يعتد به يعني نزول الحوثيين على ميادين المواجهة المباشرة مع بقايا القاعدة بألابوانها وأسماءها المختلفة واضح أنه الميزان راجح لصالح الحوثيين بالمناطق اللي صارت فيها الاشتباكات بالسعودية معلوماتي أنا أنه في حال من الذعر في أجهزة الأمن السعودية منشأ توصيف استعملوا الأمير ميجرن في أحد صالوناتو اللي استقبل فيها عدد من الشخصيات العربية الزائرة مصريين أغلبهم أنه عم يسألوه أنه حالة داعش قديش مقلقة بعد حادثة الإحساء فبيقول لهم للأسف أنه التتبع الأمني مش كافي لأنه نحن هون مش قدام حالة اتصال خيطية أنه حدا بيجي بيتصل بحدا بيقوله تعنضم الذي يقلقنا هو أن هناك الآلاف من الخلايا الخامدي وليس النائمي كانت انتهت وبطلت ومعشها ممها كانوا متعاطفين مع القاعدة وبعضهم نشيط في القاعدة بمرور خمس ست سنوات وكانت القاعدة ينهار عنوانها واسمها وهذا فراحوا صاروا ينصرفوا إلى العبادات الطبيعية بعد موت بن لادن وحتى قبل أنه يروحوا بيصلوا بالجامع بيرجعوا عبيوتهم بيقروا قرآن المئات من هؤلاء عادوا إلى النشاط لنحطهم تحت التتبع فعن نحكي عن آلاف من الشباب المنتشر على مساحة المملكة وهذا أمر يثير الذعر والرعب واللي صار بالإحساء تم على أيدي مجموعات ما كنا منعرف عنها شي وإذ كانوا على أساس بالسويد فاكتشفنا بالتحقيق معهم أنه هن كانوا بسوريا عم بيقاتلوا وبالتالي قد نكون أمام مشاهد كثيرة تشبه ناس يعودوا لنا من ألمانيا وناس يعودوا من أستراليا وراحين بجوازات مزورة ورجعين بجوازات مزورة ورجعوا لنا من البلد اللي هاجروا أصلا عليه وبالتالي نحنا قدام حالي أنا بعتقد أبو بكر البغدادي حكي بمصر واضح أنه هن يعملوا اختراق كبير قدروا يستجلبوا فيه نسبة غير قليلة من مشطاء الإخوان وينظموها بعملهم العسكرية العملية البحرية الأخيرة المعلومات اللي عندي أنا على الأقل أنه الأتراك كانوا ظهير فيها الأتراك عم بيمولوا داعش عم بيمدوا داعش فاستعملوهم في مواجهات مصر لأنه هي الحلقة المركزية التي يشتبكون معها في الإقليم وعمل بحري معروف يعني أنه بدوا دول وبدوا طراضات بالخلف وبدوا ناقلات لأنه هذه زوارق صيد خفيفة يعني ما فيها تروح بعرض البحر هذه المسافة لحتى تعمل اشتباك مع خفر السواحل اللي بعيد 15 كيلو متر عن الساحل فإذا داعش في مصر نعم نشطة وداعش في السعودية خطر هول بيقدر يحكي عنهم أبو بكر البغدادي بلبنان هني قدامهم كانت ثلاث فرص هاي المجموعة اللي فوق تقدر تعمل اختراق إما بريتال إما اللبوي إما راسب على البك واضح أن السد البشري والناري والاستنفار والتنسيق العسكري يجعل هذا شبه مستحيل وبالتالي عم بيعبروا عن تنفيس حالة صعبة بهالنوع من العمليات في القشري بحطوا عبوي هون بأوسوق الناص من هون إلى آخره الأمل التاني كان طرابلوس اللي هي مشروع إمارة على البحر كل عمرة الضمنية التفكير فيها أنه هي المنخفض بسلسلة الجبال الغربية اللي من سنة الألفين فكروا بالتمركز فيه نتذكر عملية عشية رأس السنة بعهد الرئيس الحود اللي منوجه له تحية واللي وقته تم القضاء عليها في مهدها لأنه كانت بتفتح عبر سهل البقاع إلى أضيق نقطة نحو القلمون اللي دائما كانت القلمون قاعدة ارتكاز بيشتغلوا عليها يعني اللي بتابعوا نشاط القاعدة بيقولوا فيه ثابتتين في حركة القاعدة تورابورا و ترابلوس الربط بيناتهم هو اللي بتغير لأنه ترابلوس بتوصلهم على أوروبا على البحر المتوسط لأنه تورابورا هي القاعدة التي لا يمكن إسقاطهم منها وبالتالي الضنية بعينهم دائما كانت من هون العملية الموفقة اللي قام فيها الجيش بموضوع الميقاتي أبو بكر الميقاتي بالضنية وما تلاها في منطقة الشمال بيرجعوا عنده الخلايا نايمي عندهم بعضها مضبوط لكن العملية الكبرى اللي اسمها بناء هالشريط الإمارة سقط على الأقل بعد سنتين ثلاثة اللي تقاملوا قايمي مجموعة عرسال بتكون تبخرت الأمل الثالث هو الجنوب شبعة نصرة يعني من ميلة نيطرة بيت جن عرني هذا مشروع عمل ونشغل عليه جاءت عملية مزارع شبعة صحيح والرسالة التي أعلنها سيد المقاومي علنا بأنه الإسرائيلي رح يفوت بحالة حرب إذا مرأوا من مناطق تحت الاحتلال ما فيكنوا تجيبوهن على بركة النقار وتسلموهن مزارع شبعة وتقولوا ما خصنا عند الحرب على إسرائيل مش عليهم والمقاومي قالت أنها جاهزة لهذه الحرب فأنا بعتقد هاي مجموعة تنتحر عند حل واحد اليوم تنسى أن هي مع عسكريين مخطوفين وتقبض حقهم وتقبض حق بقاء على قيد الحياة ولكن اليوم حتى تحديدا موضوع العسكريين اعتبروه قبة حديدية للابتزاز بعدم تدخل الجيش اللبناني بعدم أيضا في مواقع أنه قد يجعهم أكثر الجيش اللبناني في هذه المعركة هلأ هديك اليوم اعتقل الجيش اللبناني هذا العقيد الرفاعي تاع الجيش الحر شو طلع من هون اعتقل المجموعة تاع الداعش اللي قالت أنها داعش يعني ما مخبي حالها المجموعة اللي كانت بالضمنية أنا سمعت الوزير أشرف ريفي اللي هو صديقهم وبيحبهم وبيغار عليهم وبيسميهم ثوار وزعلين لأنه ليش قوسوا على الجيش واللي بطرابلوس ما مسميهم أنه زعران وأنه متطرفين بيقول أنه روس حامية طيب هور روس حامية لما سؤل على إحدى المحطات اللي هني يعني بيتعاطفوا معها أنه مجموعة الضمنية شو هي قال داعش مجموعة التباني شو هي قال نصرة طيب شو طلع من النصرة وداعش لما هون سحقوا واللي منهم بالمعتقل واضح أنه هني لا أنا رأي ربما ليس هذا ما يجعهم بعد ربما هناك شيء قد يجعهم ينتظرون بعد أنا بأعتقد هاي المنطقة اللي هني فيها هني عم يعتبروا أنه طالما ما وصل التلج بعد عندهم أمل أنهم يبتزوا بموضوع العسكريين المخطوفين وياخدوا ثمن وأنا بقول لك من هلأ سيكون جزء من الثمن لأنه عرضوا بوحدة من الحالات التفاوضية تأمين ممر آمن نحو القنيطرة ورفض قطعا الوصل بالزبداني مقطوع الأمل منه يعني خط رنكوس يبرود بالنسبة للحزب والجيش السوري متين وغير قابل للاختراق ففي عندهم أنه طيب نظل ننطر نحاول نعلي نحاول نهدد وصولا إلى لحظة حاسمة لتساقط الثلج عنده أنا بقول لك سيبدأ التفاوض على الانسحاب الآمن أنه أمنولنا كونفواي ينقلنا برا لنذهب بحران إلى تركيا سنتابع هذا الموضوع وأكثر عن باقي الدول للتحدث عنها البغدادي ولكن مع عنوين الصحف العربية إلى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم وزميلة بيسان تراف إلىك بيسان السلام عليكم نبدأ عنوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة الوسط البحرينية في عنوانها البارز زعيم داعش سنتوسع إلى السعودية واليمن ومصر وليبيا والجزائر ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط الحوثيون يغيرون موقفهم من حكومة بحاح اليمن انشقاقات في المؤتمر الشعبي وتوقعات بتجميد أمواله مسؤول للشرق الأوسط طلب من التريث حتى إشعار آخر القمة الخليجية تدخل مرحلة الضبابية نقرأ أيضا في الشرق الأوسط جميع الأطراف اتفقت على أن الفشل ممنوع أنووي الإيراني تلويح باتفاق ثاني إلى صحيفة البناء اللبنانية وفي عنوانها الأول واشنطن تعترف بدور الأسد في أي مستقبل لسوريا حزب الله يلاقي زمن التسويات التمسك بعون مرشحا وحروب الأغذية والخليوي تقترب من نشر الفضائح بين الوزراء هاجل الأسد جزء من جهد القضاء على داعش مشاورات مكثفة لعقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة بمبادرة روسية قمة عمان بين عبدالله وكاري ونتنياهو الانتفاضة على طاولة المفاوضات ونقرأ أيضا في البناء روحاني الحظر الغربي صدق وعديم الجدوى اعتبر ظاهرة التطرف والإرهاب معضلة كبيرة في المنطقة ننتقل لنقرأ ما جاء في عنوين صحيفة الشروق التونسية زعيم داعش يحرد على استهداف العلمانيين في تونس إلى عنوان ثاني راشد الغنوشي لا للاستقطاب والنداء جزء من الشعب إلى صحيفة الأخبار المصرية الأخبار تنشر تفاصيل الهجوم على اللانش سقوط عناصر فلسطينية مسلحة على اتصال بداعش ونقرأ أيضا في العنوان نفسه استشهاد خمسة مواطنين بينهم شرطيان أنزلهم إرهابيون من سيارتين وأطلقوا عليهم النار الغاز الجزائري يصل قريبا وتوقيع سبع عشرة اتفاقية تعاون مشترك نختم مع صحيفة الوطن العمانية الاحتلال يواصل سعاره الإرهابي والفلسطينيون يلاحقونه أمام مجلس الأمن ونقرأ أيضا مصر الإرهاب يوجه حقده للبحرية ومقتل خمسة جنود في عملياته بسيناء فيما يواصل الأمن ملاحقته ليبيا انفجاران قرب سفارتين مصر والإمارات المغلقتين هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم تفاصيل أكثر مع قضياء إلى اللقاء شكرا بيسان على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع فقط قبل أن نتحدث عن النووي نتابع ما قاله بالأمس البغدادي وتحدث عن وجوده في أكثر من بلد الجزائر أيضا نعم الجزائر هي من البلدان التي تاريخيا معروف أنه القاعدة بعد أفغانستان تمكنت من تحويل جبهة الإنقاذ الإسلامية والتيارات الإسلامية إلى بيئة حاضنة بصورة أو بأخرى ونجحت بتحويل الجزائر إلى حرب أهلية مفتوحة لسنوات وأنا أتوقع أن نفس الحالة التي تعيشها السعودية أي الخلايا الخامدة تسترد عفيتها بمعنى رجع في أمل أن هذا المشروع الذي كنا شفنا انتهى رجع يستنهد همم وبالتالي النسخة المنقحة من القاعدة التي تمثلها داعش اليوم هي نسخة ستسترد كل ما يمكن تسميته بقدامى المحاربين يعني هلأ أنت تعرف بساحتنا القومي واليساري والوطني كتار كانوا راحوا على التقاعد بمعنى خلص يأسوا من عمل وطني وقومي وتقدمي لما طلعت ظاهرة المقاومة وعملة انتصاراتها الكبرى استنهدت ناس بالستينات وبالسبعينات من العمر اعتبروا أعيد شبابهم يعني رجعوا التحقوا بشكل من أشكال المساهمة وشكل من أشكال الدور هذا يحدث اليوم مع حالة القاعدة التي بعد الالفين وواحد مرت عليها سنوات يأست لكن هل هذا سيغير في المشهد الجزائري هم في مرحلة النزول عن الشجرة مش الصعود على الشجرة نعم الجزائر تغلبت على هذه الظاهرة في حينها وقضت عليها كما قيل لا قضت عليها حاصرتها بقيت في الجبال وبقيت المطاردات تشتغل وبقيت الاشتباكات دائمة لكن وطيرتها ما عادت متقاربي صنعنا نسمع كل شهرين ثلاثة بعملية إما تستهدف الجيش أو الجيش يشن هجوم لتمشيط منطقة ينتشر فيها مسلحون الآن المجموعات اللي كان الجيش وصلت لمرحلة أو الدولة وصلت لمرحلة من التعاقد معها أن تدينها حميد غير خطر لها حق ممارسته بالطريقة التي تراها مناسبة طالما هي خارج الانخراط بدورة عنف هاي عم ترجع تحت المراقبة لأنها بدأت تسترد حيوية التواصل هل هذا يشكل خطر على الجزائر؟ لا بيعمل إرباك بس ما بيشكل خطر الخطر بالسعودية لأن الفكر الوهابي هونيك أيضا سؤال عن هذا الموضوع السعودية، مصر، الجزائر، أيضا العراق موجودين في الموصل، ليبيا هذه الدول بدون السعودية كيف يمكن لها أن تنصق فيما بينها؟ أليس بحاجة للتنصيق أولا فيما بينها ثانيا مع سوريا؟ بأعتقد هذا أقل من أنه الواحد يقول بديهي يعني المصريين، الضباط المصريين بيقولوا أنه بنك المعلومات الحقيقي الذي يمكن أن يفيد كل الدول التي تعاني اليوم من نزوح شباب منها إلى الغرب وعودتهم بصيغة ملتحقين بين هلالين بخيار الجهاد ثم مجيئهم إلى بلادهم بنك المعلومات عند سوريا حتى أماركا وبريطانيا جزء أساسي من التفكير بالتنسيق الأمني مع سوريا ما ردوا هذا وأنا أعرف الحقيقة من احتكاكي بعدد من المسؤولين السوريين أنه حتى الآن هم مقرش فين حوالي 18 ألف اسم اللي هو رقم مش بسيط من غير السوريين عم تحكي 18 مثلا عندك 1600 تونسي اللي إجوا واللي راحوا واللي ماتوا ولكن هاي كمية من المعلومات الأمن التونسي إذا حصلوا راح فتش على جذوره ورؤوس الجسور ومن وين وكيف وشو ومين حولهم ومين محيطهم ومين شيخ إمام المسجد اللي كانوا يصلوا فيه ووضعه تحت التساؤل هل هو جزء من هذه الحالة أم لا لكن حال هناك يعني بوادر علاقات ربما تصحيح للعلاقات بين تونس وسوريا بعدما قيلة بالأمس يعني ممثل نداء تونس حين قال بأنه لا يحق لتونس التدخل في أي دولة لا وقرار نداء تونس أنا يعني بشكل شخصي وصلني كلام عن الباجي قايد السبسي أنكم تستطيعون كأصدقاء لسوريا وأصدقاء لتونس أن تعلنوا بأننا فور تشكيل الحكومة ستكون مهمة وزير الخارجي إعادة فتح السفارة السورية في تونس وفتح السفارة التونسية في سوريا هذا أولا ثانيا الجزائر طبعا العلاقات يعني لا تشوبها شاي مصر خليني إليك لنتحدث عن مصر هنا بيت القصيد هنا بيت القصيد بصر وسوريا ما في شك بمصر بإلك على المستوى الأمني بما أعلمه العلاقات على أعلى مستوى من التنسيق يعني المخابرات المصرية والأمن السوري بدورة اتصال منتظمة والمعلومات لا يضع الرئيس الأسد وحدة مصر يستثنيها من معادلة لا تعاون أمني دون تعاون سياسي وحدة لأنها مصر القائم بالأعمال المصري طبعا مقيم في دمشق يعني بمعنى مصر لم تغلق سفارة مشان ما حدا يلتبس عليه الأمر هي تغلق السفارة بمعنى سحب السفرة ولكن القائم بالأعمال غير سكر يعني تونس أغلقت السفارة بعهد النهضة حتى بعهد مرسي لم يجرؤ مرسي أن يلزم الخارجي والمخابرات في مصر بقطع الصلاة استدعي السفير للتشاور ولم يتم إعادته فحدث مثله بالنسبة لسوريا أما الشق اللي له علاقة بالقائم بالأعمال فلا يزالوا هلأ أعين قائم بالأعمال الجديد الأديم عاد إلى القاهرة وهذا القائم بالأعمال الجديد مع تعليمات مباشرة من الرئيس السيسي بأبعد مدى في التعاون والتنسيق وأنه مهلون بالشق السياسي خصوصا المعلن وسوريا تقدر وضع مصر المحرج بالعلاقة مع السعودية وحجم الكيد والحقد السعودي اللي بيتحكم بكل ما له صلاة بسوريا لكن بوابة عمان بوابة تونس أنا بأعتقد رح يجعلوا من مناخ العربي أكثر ارتياحاً والمزاج الشعبي المصري والقيادات والمجموعات الفاعلة بالجيش والأمن والخارجية أنه ما بيعود مهابة مصر الدولي محافظة عليها إذا تأخرت كثيراً عن هذه الخطوة السياسية المعلنة فبعتقد أن الأمور ماشي بهالاتجاه خاصة لما منسمع يعني أنه هاجل مبارح بجلسة الاستماع بالكونغرس اللي حول الحرب على داعش ويسأل عن سوريا وبأكد أنه نحن لن نقبل بالأسد وإلى آخرية لكن بيقول واقعياً يبدو طالما أننا نسلم بأنلاح العسكري في سوريا وطالما أن الأولوية هي الحرب على داعش وطالما أن التسوية بين السوريين ضرورة لتزخيم الحرب على داعش أن الأسد ضرورة في المرحلة الانتقالية من التسوية هناك رأيان يعني هناك من يقول الكلام الذي تفضلت به أستاذ ناصر وهناك من يقول العكس تماماً أن الأسد رئيس بشار الأسد يستفيد من الحرب على داعش وبالتالي يغطي وجوده ويحمي وجوده هاجل نفسه حكيها لا وبالتالي هناك ضرورة للحرب على داعش وأسقاط الرئيس مين منعه؟ ما هو القصة مش قصة الرغبة لا هو التناقض في هذه الروايتين لا في الرغبة ما في حدا بأمريكا يحب الرئيس الأسد الأمريكيون مشاعرهم مع إسرائيل واللي مشاعروا مع إسرائيل لا رح يحب المقاومة ولا رح يحب سوريا ولا رح يحب إيران وكل من ينتمي لخط المقاومة واللي ناطر حبه للأمريكي يروح لعند الأمريكي ليس الأسد من هؤلاء ولا المقاومة من هؤلاء ولا إيران من هؤلاء عم نحكي سياسي بالسياسي كانت أمريكا تأمل وتراهن أن ما أنتج في المنطقة على مستوى موازين الإقليم يسمح بالتخلص من الأسد أن هذا الخصم العنيد الخطير اللي عملها الشبكي والامتداد والتواصل بين إيران بين المقاومة بين فلسطين اللي حاملها الرؤية وهالمواقف ربما حانت فرصة التخلص منه ولدينا هذه الإمكانية وجمعت التركي بكل ما لديه والسعودي بكل ما لديه والقطري بكل ما لديه والإسرائيلي بكل ما لديه ومعهم مجموعات المعارضة التي ارتضت أن تكون في حضن هذا التكتل المعادي للوطن السوري وليس فقط للنظام الحصيلة فشل بعد الفشل الآن عم بتقول أمريكا التالي لا نريد الأسد في السلطة لكن لا نملك خارطة طريق للتخلص منه والإصرار على وهم التخلص من الأسد خلال سنوات ثلاثة مضت سلمناكم الإدارة يا سعودي ويا تركي مثل ما قالوا جو بايدن فإذ بكم جلبتم الإرهاب إلى سوريا ومولتموه بمئات ملايين الدولارات وألاف أطنان السلاح وبقي الأسد لكن ابتلينا بالإرهاب فما رح نرد عليكم مرة تانية على الوهم اللي عنده خريطة واقعية للتخلص من الأسد نحن مستعجلين أكتر منكم لكن اللي ما عنده خريطة واقعية بس بده يحكمنا بالكيد والحقد ويقوم جايب لنا الإرهابيين عساس هو بيخلصونا من الأسد جربناكم مرة ما هي الوصفة رقم اثنين طلعت الوصفة رقم اثنين النصرة بدأت ترويج للنصرة طلع يا علون يقلنا النصرة اعتدال طلع عنا وليد جملات يقلنا النصرة اعتدال وهي الشعب السوري وهول ما بيجتمعوا إلا بمناخ أكبر اجت النصرة تمددت بشمال إدلب تحت عين الأتراك بالجنوب السوري تحت عين وإمداد الإسرائيلي بدأت محاولة تلميع النصرة هل تنجح هذه القوة؟ لأنه بمين بدك؟ بالجيش الحر اللي يسمون الأمريكان معارضة معتدلة تخبزي بالعافية ما بقي في شي يعني ما عاش في محل موجودين فيه بشكل واقعي طيب مين بقي؟ نصرة وداعش إذن نحكي بالنصرة جاء جواب الأمريكي عمليا أنه التركي جابوا نسلموا نريف إدلب الشمالي محل جمال معروف جبهة حزم وشوار سوريا تاني يوم الأمريكان ضربوهم قصفوا مواقع النصرة في إدلب ليه؟ النصرة في ناس ما بتنتبه بتفكر أنه نصرة وداعش انشقاقات في القاعدة وهذا غير صحيح داعش انشقاق في القاعدة النصرة هي الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في بلاد الشام أيمن الظواهري علنا طلع يقول إن الذي أخلص للبيعة ويشكل معنوان الوفاء لها هو أبو محمد الجولاني فمن يتبع أسامة بن لادن ويتبعني يتبع يتبع أبو محمد الجولاني فإذن هلأ يا علوني بيقدر يقولها بس يا علون هذا الكلام بأمريكا أنه تقوله أنه حلفائنا القاعدة يتعقول 11 أيلول مين فيه يطلع يقولها للأمريكان لذلك حسما النقاش في أمريكا لن نكرر اللعبة طيب إذا ما بدك النصرة وهو مصنف إرهاب أصلا قبل داعش قبل متولة داعش صحيح والأمم المتحدة مصنفت إرهاب طيب ما بدك النصرة ولا بدك داعش في عندك حل واحد اسمه الجيش السوري والدولي السورية هلأ بيجي بيقول كري أنه نحن بدنا ننشئ معارضة معتدلة لنجيب الأسد على التفاوض عظيم ما أنت إذا بك تعمل مفاوضات بين نظام ومعارضة يعني كمان فيه كلام يعني كمية من السخاف لا هو فيه كلام لا بردو عفوا فيه كلام أيضا عن موضوع أنه إعادة إحياء الجيش الحر إعادة إحياء الإتلاف السوري عظيم ومحاولة إيجاد حل سياسي بما أنه بجناف ثلاثة عظيم ولكن دعني فقط نذهب إلى فاصل حتى نتحدث عن هذا الموضوع ضمن حدث اليوم أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأعود وأرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ ناصر قنديل أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر سوف نتابع ما كنا نتحدث به عن سوريا وأكثر من هذه المواضيع ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الشرق الأوسط القمة الخالجية تدخل مرحلة الضبابية قال مصدر المسؤول في مجلس التعاون الخالجي للصحيفة إن الجلسات التحضيرية للقمة الخالجية لم تعقد المصدر أشار إلى أنه بعد صدور تعليمات الإعداد للقمة في الدوحة طلب منهم التريث حتى إشعار آخر وهو مؤشر يدل على خلاف قائم بين الدول الأعضاء حول العقاد القمة الخالجية وأكد المصدر أن الرؤية بشأن عقاد القمة لا تزال ضبابية المصدر ذكر أن أحد التوقعات في حال عدم حل القضايا الخلافية العالقة بين قطر ودول المجلس هو أن يلجأ بعض تلك الدول إلى خفض درجة التمثيل وقال إن الإشكالية التي تواجههم في حال نعقاد القمة هي عدم تمكّن المسؤولين في الأمانة من إنهاء الاجتماعات التحضيرية في وقت كاف والتي عادة ما تقرر جدول الأعمال لمناقشته في القمة المقبلة في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون السفير خرق أمني يوقع نصرة في كمين المزدوج كشفت مصادر أمنية أن المجموعات الإرهابية المتمركزة في منطقة القلمون تعرضت في الساعات الثمانية والأربعين الماضية لكمين المزدوج استدفى اجتماعا موسعا لعدد من قيادات الجماعات المسلحة وعلى رأسهم أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي ما أدى إلى سقوط خمسين إصابة في صفوفهم بين قتيل أجريح المصادر لفتت إلى أن الكمين الذي شارك فيه الجيش السوري وحزب الله كان ضخما جدا وتركز في جرود فليطة ووادي عجرم في جرود عرسال حيث أتتهم النيران من أكثر من مكان جوا من الطيران الحربي السوري وأرضا من الجيش السوري وحزب الله عبر قصف مدفعي وصاروخي عنيف وتشير المعلومات إلى أن اكتشاف موعد انعقاد الاجتماع ومكانه يعود إلى جهد استخباري مشترك بين الجيش السوري وحزب الله وأكدت مصادر إعلامية مختلفة إصابة التلي وبعضها تحدث عن مقتله القبس مطالبات بتحرك سريع لمنع سقوط حلب والاعتلاف قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الاجتماع الأخير لمجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في لندن قبل أيام شهد انقساما حول طرح تقدمت به تركيا وأيادته السعودية وقطر وفرنسا لإقامة منطقة آمنة في سوريا وقد تحفظ بعض المشاركين على هذا الطرح المصادر أشرت إلى أن مؤيدي هذا الاختراح استغربوا عدم طرح المبعوث الدولي إلى سوريا سيبان ديمستورا الحل السياسي الذي يتضمن تأليف حكومة انتقالية وفق بيان جناب واحد وهم يشككون في خطته لتجميد القتال ويصرون على ضرورة تغيير المعادلة العسكرية على الأرض للضغط على النظام للقبول بحل سياسي وشددت هذه الدول إضافة إلى ممثل الائتلاف على أن عدم التحرك ضد الرئيس بشار الأسد سيجعله المستفيد الأول من هجمات التحالف ضد تنظيم داعش وسيفقد المجتمع الدولي مزاقيته نتابع ما كنا نتحدث عنه أستاذ ناصر موضوع مطالبات بتحرك سريع لمنع السقوط حلب والائتلاف هذا يعني أنهم بحاجة بعد إلى جهة سياسية إلى جهة في المعارضة يقال عنها معتدلة مقبولة ليتم التفاوض معها أو الحوار ما في شكل أمريكي عمل كل جهده ولا يزال وسيبقى يحاول تغير هلأ من أقول شو لكن بالأول هو جهده لا يكون في فريق سوري مقتدر ليس جزءا من داعش والنصرة وقادر أن يقاتل داعش والنصرة والجيش السوري في آن واحد هذا وين موجود؟ هذا خبرنا أوباما من زمان أنه فانتازيا ورجع بسبب الضغط السعودي والتركي والآمال السعودية والتركية والوعود السعودية والتركية عطى فرصة بركبة ما يكون على أرض الواقع على أرض الواقع هذا استحالي هذا فعلا فانتازيا هلأ تحويله أنه يكون في مجموعات مسلحة ليست مع داعش والنصرة وليست مع الدولة السورية فيه لكن شو حجمها وشو وزنها وقداش أدرها تكون حصان رهان حقيقي لمعارك فعلية ثبت أنه كمان ما عنده هذه القدرة هلأ طور الأمريكي نظريته قال منخلي فكرة معارضة معتدلة منشتغل عليها بحدود ما هي ممكنة لنجيبها على الحل السياسي وبصير استراتيجيتنا هذا اللي بدي أقوله إنها من ثلاثة مكونات نحن نقاتل داعش هي أولوية قتالنا بسوريا عم بحكي اثنين نمول ونسلح وننظم وندرب معارضة مسلحة معتدلة هي رهانة ثلاثة لا أمل بحل عسكري بين النظام وهذه المعارضة الحل السياسي فنحن نقوي المعارضة من أجل أن نجلب النظام إلى المفاوضات معها هاي استراتيجية الأمريكية طيب اللي بده يجيب أول سؤال بينطرح لتجيب النظام على المفاوضات هل يمكن تفصل بين النظام والرئيس الأسد أنا بدي أحكي بلغتهم بأسلوبهم وبدأ حط عقلي يفكر مثل عقله في حدا براسه عقل بعد عنده وهم أنه في شيء اسمه النظام السوري منفصل عن الرئيس الأسد أنه علينا أن ننشط حكما انتقاليا يشارك فيه النظام والمعارضة وينحي الأسد هذا عم تضحك على حال الواحد فيك تضلت تضحك على حالك قد ما بدك يا بتقول النظام والأسد كل واحد ولذلك ما قالوا المحل بالعملية السياسية ونحن بدنا نحطهم بالقوة العسكرية شرف أو بتقول العملية العسكرية مغلقة مثل ما حكى هاجي المبارح ولكن على ما يبدو العمل على هذه الخطوات لا يفصل كثيرا بين النظام وبين الرئيس ولذلك بدأ الأمريكي يمهد تدريجا لا حال عسكري لابد من حال سياسي المعارضة المعتدلة بدنا نحميها ونقويها بس ما بتقدر تحسم لذلك لابد من الاعتراف بأن نتعاطى مع الأسد ولمرحلة انتقالية على الأقل تحرك روسيا في هذا الشأن هون بدي أقول لك اللي بحلب جواب الرئيس على عرض ديمستورا واستجابة ديمستورا للأطروحات التي قدمها الرئيس الأسد أنه أنا ما بتعاطى مع مبادرة معلقة بالهوى أنت مبعوث الأمم المتحدة مبادرتك لن نعمل شي بحلب أنا حاضر وبغير حلب حاضر لكن بده يرتبط بقرار مجلس أمن قرار مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب له من درجات حط لي خارطة طريق لتطبيقها وفرجيني بقلبها مشروعك بحلب وين يعني إغلاق المعابر مع تركيا ووقف تدفق السلاح والمسلحين هذا قرار مجلس الأمن ولكن ما زالوا يريدون منطقة آمنة يعملون على وجود منطقة آمنة جاوب ديمبسي على هذا الجنرال ديمبسي بقلب الكونغرس قال له نعم منطقة آمنة بلا منلفه نضحك على بعض هي منطقة حضر جوي حضر جوي بظل وجود دفاع جوي قوي لدى سوريا وشبكة رادارات حساسة يعني سقوط الطائرات بده يتم يعني سنضطر للرد بعمل بري وهذا سيؤدي إلى التورك بحرب شاملة إذا الرئيس قراره أن نطيح النظام والأسد بالقوة ياخد الأرار هيك وبلا منضحك على حالنا ونفوت من بوابة عم نعمل مناطق آمنة ومناطق حضر جوي هايك الفترة رح لكم من هلأ مليار دولار يوميا هذا جوابه بالكونغرس زائد التحسب لخسارة 5000 قتيل من جنودنا زائد ما بعرف إذا منوصل إلى حرب شاملة في الإقليم تشترك فيها إيران ويشترك فيها حزب الله فاللي عم بفكر حاله عم يلعب لأ يشوف الصورة واضحة لا ديمبسي ولا هاجل ولا كيري وأنا أقول لك بالاستماعات التي صارت معلنة بالكونغرس الاتجاه الذي يحكي عنه اسمه تصادم مع النظام الاتجاه هو إقرار بحقيقة بدون ما يقولوها بهاللغة الواقعية خضنا الحرب وفشلنا ولا بد من العودة للانخراط التدريجي مع النظام السوري بما يحفظ قدر من ماء الوجه من خلال الحديث عن عملية سياسية هون يصير اللي عم تعمله روسيا ليش ما عملته قبل سؤالك شو عم تعمل موسكو كيف موسكو بتجيب أحمق معاز الخطيب مين قاله يجي بداءا على طلب روسيا لحالة طيب هو رجل مصر ميشيل كيلو شو بياخده على موسكو لا وفي قيادات أيضا من الحر رح أعدلك السياسيين طيب نحن بنعرف أنه هيثم مناع دعو الروس عدة مرات وكان جوابه هيثم أنه بدون حسن عبد العظيم ما يكون موافق هو ما بيقدر يكون جزء من تفاوض سياسي لأنه ما بدي يفرط التنسيق طيب حسن عبد العظيم عنده المصريين من يوم شمال عبد الناصر ما غير تغيرت مصر وضل يعني مصر صارت حسن مبارك صارت أنور السادات صارت سيسي هو مصري في السياسي عم بيحكي طيب المصريين ماشيين هني والروس وأنا مبارح سألت أحد الدبلوماسيين الروس قال نعم هناك تنسيق روسي مصري عالي المستوى في الملف السوري غير التنسيق العام اللي عبر عن حاله بالأسلس الاتمية اللي انبعت إلى مصر يعني اللي هي الدولة الوحيدة اللي تملك هالأد علاقات قوية بأمريكا وتمنحها روسيا أسرار الاساس 300 وبالتالي هالمصر المدللي عند بوتين مصر السيسي بيبدو في شيء يعني غير الكيميا اللي صارت على البحر الأسود يعني في عمق تفاهم استراتيجي على أشياء كبرى مصر وموسكو تصنعاني شيئا ترضاه السعودية كي لا تكون هي في صورة الهدر ماء الوجه وترضاه أمريكا وترضاه سوريا وهذا اللي بيفسر أنه ديمستورا ليش هلا إجاه ليش الأسد قال ننفتح إيجابا طبعا ولكن هذا يعني أنه محور المقاومة ومحمر الممانعة خسر بشو؟ خسر في هذا الحوار معركة بقاء الأسد كانت هي معركة هذا المحور ومعركة إيطاحة الأسد طولي بالك قبل خلينا نحكي هيك ومعركة إيطاحة الأسد كانت هي معركة المحور المقابل ما ننطلع من حقيقة الاشتباق هذه حقيقة وحقيقة إدخال أيضا حكومة انتقالية هناك بظل الأسد نحن ضدها من ضدها؟ رئيس الأسد معه رجعي لخطاب الأسد بالألفين واثنعشر اللي أعلن فيه خطته للمرحلة للحل السياسي شو بتتضمن؟ وقف إطلاقنار حكومة انتقالية حكومة انتقالية لا لا أتحدث عن شيء آخر أتحدث عن مساعي حاليا لقد توافق عليها روسيا وهناك مساعي لتوافق عليها روسيا هي في النهاية تنتهي إلى تنحي الرئيس الأسد عن مصره هذا حكي العربية والجزيرة واقعا موسكو عم تحكي عن تنحيه موسكو عم تحكي عن تنحي الأسد أخي معلومات إذا أماركا بطلت تحكي بتنحي الأسد بدأت موسكو تحكي بتنحي الأسد أصلا إيران وموسكو خليني يكون صريح قبل الحكي بإذا بيقبلوا أو ما بيقبلوا بيقدروا أو ما بيقدروا هذا هو السؤال هل توجد فرضية واقعية يعني الجواب الإيراني كان للي يقولون من الخليج أنه منخلي النظام ومنشيل الأسد كان جوابهم اعطونا أسماء قبل ما نحكي قلوا لنا من في النظام يجرؤ على أن يسمع مش أن يلفظ أنه بيتجرأ يقعد بجلسة ينتلى على مسامعه أنه مشروع شريك في صيغة سياسية ليس الأسد جزءا منها بس يسمعه اللي بيسترجي يتقبل أن يسمع هذا نحن بدنا نقول معكم حق نعترف هذا غير موجود غير موجود بسوريا الجيش عصبه وعموده الفقري وعنوان تماسكه وقوته وهيبته هو الأسد البنية السياسية الحاملة للنظام سواء الحزب أو الشعب ملتفة حول خطايا وأخطاء تغفرها لأن على رأسها الأسد حاليا على الأرض عسكريا من يربح؟ خلينا كمان عسكريا نشوف نأخذ غوطة شرقية من يربح بالغوطة الشرقية؟ الجيش سوري بالقلمون مين اللي يربح بالقلمون؟ الجيش سوري بحمص مهن عم يصرخوا بحمى مارك في السابق بحلب إتمال الطوق حول المدينة اللي خلى هلأ الحكي به لا تسقط حلب دغني فقط أطرح عليك هذه الفكرة أستاذ ناصر يعني في السابق في جينيفة 2 عندما فشل جينيفة 2 كان الحديث دائما طالما هناك من يربح على الأرض عسكريا ما هو بحاجة إلى الحل السياسي الآن أيضا هناك من يربح على الأرض عسكريا ما هي الحاجة إلى الحل السياسي؟ ولا مرة كان الحل السياسي هو بديل عن الحل العسكري ولا الحل العسكري بديل عن الحل السياسي قلينا نتفعها بعرف الدول السورية لا لا ليس بديلا أستاذ ناصر من يربح على الأرض عسكريا لماذا يذهب إلى طاولة التفاوض ليخسر ما لم يخسره على الأرض يخسره بالتفاوض ما بيخسر على طاولة التفاوض إذن لماذا يذهب إلى التفاوض والحوار؟ كويس الرئيس الأسد مرة من المرات جاوب على هذا السؤال وشرح قال أنه نحن ما منفاوض أتباع وعملاء نحن منفاوض أسيادهم الذي يجري في ساحة جناف 2 و 3 و 4 هو قياس نبض بلعبة المواجهة الدولية الكبرى هل أصبح هذا العالم الغربي الذي أعلن الحرب على سوريا لتغيير الموقع الجيوسياسي لها في صراعات المنطقة جاهزا للاعتراف بالفشل والعودة خطوة إلى الوراء بتطبيع العلاقات بتقليلي سوريا ما بحاجة أن تعمل مرة أخرى عود إلى العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا ومع أمريكا وعلاقات اقتصادية وإفراج ودائع وتجارها ورجال أعمالها يرجعوا ينتعشوا ويتنفسوا دورة اقتصادها تتبحبح بالنك أكيد تحتاج بتدفع حقه لهالشي سوريا أن تجيب مجموعة أسماء محسوبة على المقلب الآخر بقلب تشكيل حكومي لا يغيرون في السياسة العامة لسوريا بتدفع حقه هيك بحكيك بالمباشر هل الحرب التي تقوم بها أجهزة المخابرات وتصدر بأسماء جيش حر وغيره إذا توقفت وثمنها أنه ياخده ثلاث أربع وزارات هذا مكسب للشعب السوري على الدولة ألا تكون بعناد تحول دونه بالنك أكيد ورأي الرئيس الأسد هيك أنه الحل السياسي هو أن الذين أعلنوا الحرب على سوريا يعلنون نهايته ليأعلن الحرب على سوريا لا برهان غليون ولا أحمد معاز الخطير ليأعلن الحرب على سوريا أمريكا وإسرائيل والسعودي وتركيا وهؤلاء إذا قرر أن الحرب على سوريا وصلت إلى طريق مسدود فالحل السياسي يكون هو مخرج انخراط العالم الدولي الغربي بالعلاقة الدبلوماسية والسياسية مع سوريا نريد أن ننتقل إلى الموضوع الإيراني والملف النووي الإيراني لارتباطه أيضا بالملفات المنطقة وكلها ولكن في أيضا موضوع فليطة الموضوع الكمين الذي حدث أيضا كيف يمكن قراءته أين هذا الكمين في السياسة وفي العسكر يقرأ هو يشبه كمين الاعتيبي بس نتذكر قبل سنة حدث كمين مهم عندما وقعت مجموعة ضخمة بالمئات من جماعة النصرة التي كانت تقترب من دمشق بالريف الشرقي وعبر اختراق لهذه المجموعة وصلت معلومات مفصلة عن خط السير وانتظرها المقاتلون وكانت النتيجة التي نعرفها مقتل العشرات من عناصر الاشتباك فليطة نفس الأمر هناك اختراق في بنية مجموعات النصرة وهذا الاختراق قدم خارطة التقدم فكان المقاتلون على موعد الانتظار وحدث الاشتباك هل علاقة للذين تم إيقافهم في السابق في هذا الاختراق مش عم بحكي هون عن معلومات من التحقيقات لا عم بحكي عن اختراق أمني في قلب بنية المجموعات المسلحة هو الذي أوصل المعلومات عن النية بالتقدم من هذا الممر الصخري فكان رجال المقاومة بالانتظار بالأسلحة المناسبة بالعدد المناسب وتم الإطباق وسقط حوالي 60-65 قتيل نعم في أيضا بشكل مختصر موضوع القمة الخليجية تدخل مرحلة الضبابية هناك يعني منذ أسبوع حتى الآن ليس هناك من قرار واحد حوله هل تعقد القمة الخليجية أم لا تعقد هل يكون التمثيل العالي يبين في محاولة لنقلة من الدوحة إلى السعودية إلى السعودية إلى الرياض العمانيين عم يعملوا مسعى تقريب بوجهات نظر لأنه هلما نسمع كثير باسم عمان يعني دخلت بقوة خلاص لا أنا أعتقد ستحل مكان قمة الدوحة وقمة الطائف يعني حلولنا السياسية حتى بالإقليم أنه رح نبدأ نسمع باتفاق مسقط حوار مسقط مسقط مصر يعني بس ما يوم يصير بمسقط مصار بالدوحة بعد شكرا قطر شوفي هلأ قطر ما حدا يستهون بالدور اللي لعبته بها 3-4 سنوات أنه لما بتصير قطر ولا بالدور الذي لعبته بعدها 3-4 سنوات أيضا كان شيء معاكس جدا طعم يعني لما ما بينلام أمير قطر لما بيقدر يدير بلد مثل مصر بعظمتها ويشعر هذا بدوخ يعني ما بيبقى ملقت رأسه على الفريمات لما مصر بتصير قرارها بإيد قطر لما تونس بيصير هو بيقول له مصبضة يعني لا لم يستمر طويلا يعني سقط لأنه غير مبني على أسس شو الفرق بينه وبين مسقط مسقط رأس عكتاف وجريهن على الأرض بقيت العالم كله عم تبحث عن أدوار مسقط رسمت إلى استراتيجية واضحة من يوم الثورة الإيرانية حتى هناك علاقات يعني ما قبل الثورة الإيرانية في هذا الشأن بين إيران ومغاية هاي مفهومة سلطان وشاه صح واثنين بالفلك الأمريكي لكن لما حدثت الثورة كان منطق الحاكم في مسقط اللي هو ثنائي الحقيقة يعني عم نحكي السلطان قابوس ووزير الخارجيين اللي بمثل المجموعة اليسارية اللي فاتت عن النظام وكانت جزء من خيار الإصلاح المنطق هو التالي أنه نحن جغرافيا سياسية ومصالح بالمصلحة نحن تحت المظل الأمريكي هذا الخليج كله هيك لكن لن نطلق إيران ومثل ما قطر ما يخدي لحالة هامش رايح بتشتغل مع القاعدة والأمريكان سيكتين بدهم يسمحوا لنا نكون نحن خيط الاتصال مع إيران لما بيقرروا التفاوض نحن صالحين لما بيقرروا الحرب نحن لا رح نقدم لنأخر فيه دقيقتين فقط إذا ستمكننا ماذا سيؤثر كيف سيؤثر الاتفاق النووي الإيراني على قضايا المنطقة وتحديدا سوريا ولبنان أولا أنا بقدر أقول لك وللمشاهدين تم الاتفاق بقية نقطتين الروس سيقدموا حول نحل الوسط في اجتماع فيينا الثلاث القادم قضية العدد الذي سينطلق منه تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق هل هو ألفين أم خمس تلاف الأمريكان عرضوا ألفين الإيرانيين طلبوا خمسة لبلوغ السبع تلاف وخمسمائة خلال خمس سنوات لهو سنة الألفين وواحدة وعشرين عندما تنتهي مدة تزويد روسيا لإيران بالوقود النووي فالروس بدني أدمه حل وسط ويبدو عم بحضره باجتماع لافروف كيري تم البحث فيه وطلع التصريح المشترك اللي بيقول يجب أن نصل إلى حل سريع وفوري ونهائي للملف النووي الإيراني القضية الثانية عند الأمريكان اللي هي موضوع آلية رفع العقوبات إيران تصر على رفع فوري مع التوقيع أمريكا كما قال الرئيس روحاني أنه اللي عنده مشاكل وخيفان من نتائج الانتخابات نحن مش شركاء بمشاكله يروح يحل مشاكله يجو الأمريكان عم بيقولوا أنه في عقوبات بالكونغرس مش بس عند الرئيس فبالتالي هاي بتكون تتحملون فيها الجواب الإيراني إذا المطلوب تفاوضوا مع الكونغرس لا تفاوضوا نروح لفاوض الكونغرس تقرروا من المرجع بأمريكا لنعمل معه مفاوضات الآن أمريكا بدأت تقدم رزنامة يقبلها الروس ويكفلها الروس لرفع العقوبات الرئاسة التي تتصل بقرار الرئيس فوري الإفراج عن الودائع المجمد فوري بيبقى اللي بالكونغرس الرئيس بيعلق لأنه يملك حق التعليق خلال مدة كذا يتعهد بأنه الكونغرس بيكون أقر رفع العقوبات هذا يعني أننا أمام مستجد جيوستراتيجي كبير اسمه الدولة الأعظم في العالم مع الدولة الأعظم في الإقليم في يالطة جديدة اسمها مسقط تتولى فيها إيران إدارة الملفات الإقليمية بانخراط إيجابي أعلنت مسقط أنها ستدير حوارا سعوديا إيرانيا وبأعتقد هذا سيكون قريبا السعودية سلمت بتضاء الحجمة انطلاقا من أزمة اليمن انطلاقا من نمو داعش عطت الراي لمصر للعب دور سياسي بالإقليم بالمقابل تركيا لم تسلمة لا تزال عم تحاول أن تخلق وقائع بها العناد التركي الدور الإيراني سيتعظم سوريا على خط التسويات ستكون أقرب لبنان بعتقد حضوض العماد عون ستكون أعلى وهذا معنى ذهاب حزب الله بالأمس إلى العماد عون للقول في زمن التسويات في زمن التسويات الحرب على داعش هي العنوان سنكون نحن قلب هذه الحرب إذن يجب أن تسمع لنا أي لبنان يحمي ظهرنا لبنان العماد عون رئيسه نطمئنه إليه فإذن هذا عنوان ليس قابلا للمقايضة بعتقد هذا المشهد الذي لهذا فينا نرسمه على ضوء نتائج التفاوض في الملف النووي الإيراني وهو أولا وأخيرا تفاوض سياسي بالنسبة لفلسطين ربط نزاع يعني تقبل الأمريكي بأن إيران لن تقطع صلتها بخيار المقاومة وإيران بالأصل ما عنده وهم أن أمريكا ستصير نصير لقضايا الشعوب وستتخلى عن حمايتها ودعمها لإسرائيل تقبل الفريقين بأن حرب خطر حرب كبرى ما فيه لا المقاومة عنده استراتيجية حرب بسبب مشاكلة بعد تموضع حماس المعلوم ولا إسرائيل قادرة أن تكون دولة حرب فإذن فيه اشتباك في الأرض وفي الميدان عم نشوفه بالدهس وبالطعم وبوادر انتفاضة ثالثة تستحق كل التحيي لأنها قد تكون هي الأمل لكن أعتقد هذا لن يضع المنطقة على شفى حرب وبهذه الحالة يتحمل كل من الطرفين اختلاف الآخر عن موقفه أستاذ ناصر قندير شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل هذه المعلومات وكل هذه الصورة البانورامية التي قدمتها عن لبنان والمنطقة أهلا وسهلا بك ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وعلى اللقاء صباحا غد اشتركوا في القناة